موسيقى رواد الأعمال أسعد الله وقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال كما عودناكم في كل حلقة نصدف رجل أعمال رحبوا معنا اليوم بالأستاذ عادل من بيجروم باربرشوب أهلا أستاذ عادل أهلا بكم بداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من ABC ونتمنى منك ببداية تعرفنا المزيد عنك وعن بدايتك بهذا المجال اسمي عادل جزائر لي الأصل من الجزائر مولود بسوريا وجيت على الإمارات بسنة 2011 قبل أن أأتي إلى الإمارات كنت أعمل بمجال الإحلاقة بسوريا وكان عندي حتى صالوني بسوريا فتحت من 2006 إلى 2011 وأجدني فرصة العمل بالإمارات والحمد لله أخذت القرار الصحيح وأجيت على دبي في 2011 بشتغل حلاء من أنا وعمري يعني 12 سنة تقريبا يعني بهالمجال من أكتر من 20 سنة واجيت على دولة الإمارات اشتغلت أول شيء في دبي مول فترة 8 سنين بعدين طلعت من هناك واشتغلت مع شركة إنجليزية في دبي ديستريك وكانت فكرة أني بلش البزنس تبعي تراودني من أول ما أحطيت رجلي بالإمارات والحمد لله في 2020 توفقنا والله يسرنا إياها وبلشت البزنس الخاص والحمد لله هلأ نحن هون لنحكي عن هذا البزنس ما شاء الله الساق عادل ممكن تخبرنا على الخدمات اللي بقدمها الصالون وكيف تميزتوا بتقديم خدماتكم وتتميزوا بالصالون الخاص فيكم هلأ لحنا عنا مجال الإحلاقة توسع كثير وصار يعني صارت ما بتقتصر الأمور بس على إحلاقة الشعر والدئن وعنا نحنا واكبنا هالتطور واكبنا هالأصص الجديدة وعنا من ساوي يعني غير الشعر والدئن والشغلات الأساسية عنا من ساوي الباديكير والمينيكير من ساوي البادي واكسينج الفيشال المساج هاي الأمور كلها دخلت بالإحلاقة وهلا بيد الفين واربعو عشرين لازم أي حدا ينجح ويفوت بهالمجال لازم يواكب التطور اللي صارت وصلت له مهنة الإحلاقة طبعا مثل ما قلت لك مجال الإحلاقة توسع كثير والمنافسة صارت كثير قوية وحتى مهنة الإحلاقة صارت تجذب كثير ناس ما كانوا يفكروا فيها قبل لأنه صار مجالة واسع وصارت من البزنس اللي يعني بنافس أي بزنس تاني ومن هالنقطة لازم تكون مميز عن غيرك حتى تستمر وتنجح بهالمجال الحمد لله لحنا ركزنا ببدايتنا ببداية البزنس ركزنا على الهواليتي وعلى المصداقية مع الهواليتي وهي الشغلات اللي نحن نتميز فيها أنه مثل ما نك شايف نحن بلوكيشن ليس بلوكيشن يعني في ناس رايحة وجاية بس العالم تجينا نحن على السمعة لذلك نحرص أن نقدم الهواليتي اللي الزباين تتوقع مننا ونستخدم برودوكي اللي يعني بتخلينا نوصل السيرفيس والكواليتي بأعلى جودة والحمد لله يعني عندنا بعض البرودوكي هي البراين تبعنا وهذا الشيء خلانا نتميز أنه نحن الخبرة اللي عندنا والشغلات اللي نقدمها يعني عرفانين نوصلها لزبايننا وعرفانين نعطيهم شو المناسب لكل زبون لكل شخص على حسب مجال عمله على حسب نوعية شعره على حسب شو بناسب حياته اليومية أستاذ عادل بعد النجاح الرائع اللي وصلتوله ما هي الخطة والرؤية المستقبلية للصالون الصراحة كان في خطط كثير كثير و هناك أمور كثير ناقشناها ولكن يعني نحن نريد ثاني فرع هنا ثاني فرع نحن لدينا فرع ثاني بالبزنس باي هذاك أول فرع فتحناه إلى 2020 هنا فتحناه إلى 2022 وهناك خطط كثير وهناك أمور كثير يعني نمشي عليها ولكن أول شيء التقدم والتطور يكون مدروس وبطريقة لا تكون سريعة كثير لأن السرعة ممكن تولد أخطاع ولكن بإذن الله هناك أفكار وفي نية نفتح فرع ثالث في 2025 و هناك كثير قصص يريد أن ندخلها أيضا نحن بالفرعين مثلا لا يوجد بعض مدروس يريد أن ندخل بالفرع الجديد ولكن كما قلت لك كل شيء سيكون مدروس و لا نتسرع لأن أهم شيء نحافظ على كواليتي التي نحن وصلنا لها ونوصلها ل مدروس و ما يعني لا يتغير بالنهاية ما رسالة تحب توجهها لدولة الإمارات بعد كل الدعم على نعمة الأمن والأمان الموجودة فيها أول شغلة أنا أعتبر حالي ببلدي ببيتي لأن أنا لي هنا 14 سنة والحمد لله يعني لحنا مثل ما قلت لك ببلد ممنين لك الأمن والأمان وكل الفرص أن أنت تعيش حياة كريمة وتتقدم وتتطور وأحب أن أوجه رسالة شكر لجميع حكام الإمارات والشيوخة وأتمنى كل التوفيق والازدهار لدولة الإمارات وأتمنى يعني تكون كل بلادنا العربية يقتدوا بدولة الإمارات ويكون عنا يعني أكتر من مكان يكون فيه فرص للشب العربي يتطور ويقدم نجاحات الحمد لله لحنا موجودين في دولة الإمارات أنا هون من 14 سنة وبيعتبر بيتي نتمنى الخير للجميع والتوفيق لكل الدول العربية ولكل الشباب العربي بالنهاية ممكن تخبر جميع الشباب اللي يتعبوك حالياً كيف يقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون لحنا الحمد لله عنا يعني موفرين كل الطرق وأسهل الطرق لعملاءنا يتواصلوا معنا يعني عنا حجوزات أولاين يحسنوا يحجزوا أولاين من على طريق جوجل مابس يضعوا اسمنا يفوتوا على الحجوزات يحجزوا أولاين بدون ما يتواصلوا مع أي حدا يحجزوا الموعد ويأتيوا على موعدهم في عنا أرقام الريسبشن بيردوا يحجزوا موعد مانوالي في عنا صفحة الإنستجرام موجودة عليها كل التفاصيل وكل أرقام التواصل وكمان موجودة الحجوزات أولاين عليها يعني نسهلين كل الأمور لعملاء يتواصلوا معنا وإن شاء الله هللا نحط التفاصيل كلها ونتمنى يعني نوصل لأكبر عدد من الناس ونشوف وجوه جديدة وهذا هدفنا شكرا جزيلا أستاذ عادل ونشكر جميع طاقم العمل في الصالون ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح شكرا إلاك الله يعطيكم العافية إلى هنا تنتهي حلقة اليوم تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC دمتم بخير وفي أمان الله